اشتركوا في القناة أن تطيع الله سبحانه وتعالى فكما أنت تريد أن تقضي حاجاتك الحقيقة البهائمية أو الغرائزية عليك أن تقضي أيضا هذه العبادات وهذه الطاعات لله سبحانه وتعالى هي أولى حقيقة لكن هذا من حقه ولا يجوز لهذه المرأة أو لا يحق لها أن تمنعه هذا الحق خاصة في الوقت المباح وهو الليل نعم في سؤال عن حكم المرأة التي تتسوق حتى الساعة الثالثة يعني المرأة أولا يجب أن تخرج برأي زوجها من بيتها يعني الأصل فإذا كانت خرجت برأي زوجها وإذنه فلا مانع من ذلك يعني هو سؤال اللي مرتهم بتعملوا شي صحور شو يعمل فيها سمعتش يا واللهي الأصل يعني الزوجة أن تكون في طاعة زوجها وفي رضا زوجها خاصة الصحور هو يعني وهذا تعاون على عبادة يعني مع عبادة فعلى المرأة أن تتعاون مع زوجها ومع أسرتها بأن تحضر لهم هذا الصحور وتتشارك الأسرة في هذا ولها إن شاء الله أجر إحياء السنة ولها أيضا أجر طاعة الزوج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر